نعم سائلة تقول سائلة من وهان تقول تخاصمت مع زوجي فتدخل والده وقال لي أخرجي من بيتي أنت طالق بالثلاث هذا باباه طلقك الله يهديه الله يهديه فهل يقع هذا الطلاق علما سيدي أني سألت زوجة جاري المتدين متدين خشفتها عنده اللحية والقندرة أنتم ماذا والمتدين عندكم لي عنده اللحية والقندرة فأخبرني أن الطلاق وقع بسكوت الزوج ورضاه إن صحني ماذا أفعل أول حاجة لازم تعافي بالإجارة هذا جاهل عليه أن يتعلم وعليه أن يسكت وعليه أن يسأل أهل العلم وإن صاب بل للأب يطلق مرة أوليده وهي مطلقة خدت أوليده ورعه ساكت وهو أوليده ورعه ساكت لأنه إما يكون جايح جايح ولا خايف من باباه ولا ما شي حبي دخل روحه ولا ما يهمهش الأمر ولا ما على بلوش وشيده أي لحظات عزعاب بين باباه وما توليده أنتم تعافوا اسمع السمع يا أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك الطلاق لا يقع كيف هذا باباه يطلقك كيف هذا باباه يقول لك راكي مطلقه بتلات وين لا يصح هذا الرجل يطلق ما يملك زوجة تعو ولكن زوجة توليده وين هذه يا ذك الرجل عنده عنده أربعنسة طلق اللولا التانية قتلوا على تطلقها هاك حقرتها قال أنتي تاني مطلقة نطقت التالتة قتلوا كيف تطلق زوج فينها قالت تانيك مطلقة نطقتها رابعة يا رجلك أهبلت كيف تطلق أنسا قالها روح تيتانيك مطلقة نطقت جارتو جارتو قاتله كيف أهبلت طلق ربعه أنسا في نهر واحد قالها أنتي تانيك مطلقة إذا وافقني رجلك أنتق رجلها قال لراني موافق طلق خمسة نسا في نهر واحد حسبون الله ونعم الوكير حسبون الله ونعم الوكير ملع ولا حتى الأبي يطلق ولا حتى الأبي يطلق لا يا أخي لا أجوز لك المترجم للقناة